توري الزومبي اخر سنة اخذ كير شغلات من البتاريال من الحركات واضافة الاسكنات واخر فترة شفنا اضافة اسلحة جديدة لتوري الزومبي نعم انا صار لني قاطع فترة كبيرة ولكن موجود في اللعبة وموجود المتجر كمان شغال فهلا وسهلا فيكم في فورتنايت توري الزومبي ايرحب مرحبا بكم شباب كيف الحال معكم انس او شيخ العرب فيديو اليوم فيديو نتكلم شوي عن توري الزومبي والاسلحة الموجودة ونشوف ردة فعلكم بانعمل اند جيم في فورتنايت توري الزومبي بعد ما جربت العاب كثيرة فهو فعلا من افضل اند جيم موجودة حاليا للعاب efforts premise is finally foreign served purpose ما بتعتبرها اللعب الام ام اول الكبير لان انظامه شوي مختلف بالserverات ولكن فعلا اللعبة الايلي هي اسمها فما بدنا نطول عليكم نشوفه علام المتجر ونونسف ت my video على طول متجر شيخ العرب متجر الخاص في القناة اول الاكبر متجر عربي متخصص في فورتنايت توري الزومبي وحسابات باتر ريال فول اكسيز مع حسابات توري الزومبي لا تنسى تستخدم كود الخصم كود الشيوخ أهلا وسهلا في الشيوخ رابط المتجر موجود في وصف هذا الفيديو حاليا شغال حدث جديد لأول مرة منشوف لطوري الزومبي اللي هو آي اوف د برينستون وأول مرة بيجي وأجي معاه في الحدث ذلعبت المهمات رح تحصل على أسلحين ايبك وأعتقد بعد ما تحصلين تقدر تطورهم بالفلكس لليجندري أما الأسلحة الثانية الموجودة ممكن حصل عليها عن طريق الآيتم شوب حاليا في سلاح موجود لنوع لنشر وصراحة تجربته جدا سطورية جربته على الخفيفة كتب لي تحت في التعليقات إذا حابين نعمل ريفيو للسلاح في شوية بقات السلاح أنا عام في البركات والبركات ما بأثر ولكن أنا طورته وعطاته شوية تجربة صراحة أعجبني كثير نمط اللعب فيه أعجبني أي سلاح بيستخدم رصاص الإنرجي مش عارب فيه شغلات بيكون فيه حلوة يعني بقدر يستخدموه بشكل أحلى في توريزوم من الأسلحة اللي بتستخدم رصاص التقليدي فيا حاليا أنا بلعب لعبة ثانية طور الفانتيسي وبلعب في الأوقات الفراغي توريزوم برجاتلها يعني بآخر فترة صلى سبعا تقريبا الاستمتاع اللي فيها صراحة جدا سطورية حاليا كمان مع الـ Eye of the Brainstone الحدث الشغل حاليا في عنا أكيد الدنجين حدث الدنجين وحدث الهلوين والحدث الجاي هو حدث راس السنة أظن عنها رح يكون مهمة الفرن والبنر الشهير فيه شغلات كثير حلوة أصلا هاي الفترة في توريزوم بي هاي فترة جدا حلوة لأن الأحداث بتكون فيها كثيرة Adventure Zone لسا تشغالي رح أتظل أشغاليها بالنسبة للإند جيم لفورتنايت توريزوم بي وصراحة للناس الإجداد أو أول مرة بشوفوا الفيديو اللي هو لفورتنايت توريزوم بي فإذا بتسألوني إذا بنصحكم تلعبوه ولا لا صراحة من أفضل ألعاب السيربايور اللي رح تستمتع فيها ليش؟ لأن فيها نظام جديد نظام الترابات فيها نظام السيرفر اللي فيها فيك تفوت مع أي حدا أي وقت مش مثل الألعاب الثاني بعد ما جربت مثلا أنا تطور فانتيسي غنشن امباكت اللي هو نيو وورد الألعاب الذك في لين سيرفر بدك تحول من سيرفر لسيرفر أو تعرف ناسي جديدة صعب جدا كمان اللعبة أبدا ما هي بيت وين يعني مش لازم تدفع ولا فلس عشان تقدر تحصل وصير قوي في اللعبة حاليا أعلى بور في اللعبة ما عندي فكرة ولكن اللي شفت أعتقد 143 أو 147 واحدة من ثنتين شفت رقم مثل هيك فيا ناس شادين حالهم لها الساعة اللعبة يعني لسه عايشي لأنا فعلا إن جيم خرافة فيها وفي قصة سراحة حلوية أعطى تجربة مثالية للإنت جيم للألعاب فيا والأميكانيك اللي نزلوها آخر فترة لو تم الكلايمينك تصلك واللي هي اللي بتركض رح تفيدها كثير خاصة في الأدفنتشر زون لأنه ما بك معك أكسس سرعة أوليتها فتتغلبش كثير حاليا أنا بلعب بممات بحاول أخلصها لشانا حصل على الأسلحين للإجداد وإن شاء الله مع الأنشر والأسلح الجديدة كمان في سنايبر وفي بستل فيا ممكن جربين في أكرة بوقت ونزل عنكم فيديوهات حبيت أشارككم فيديو صغير عن طور الزومبي وإن أنا بلشت ألعبها وممكن إن شاء الله نرجع للقناة شوي شوي إذا ما عارفش إذا رح نزل مع طور الزومبي فيديوهات ثانية واك إن شاء الله تكون الهمة موجودة ونزل فيا فيثبت موجودك في لايك للفيديو إذا عجبك علك تحت إذا عندك أي سؤال وأكيد سيرفر ديسكورد لشتر تشغال وإذا بتحتاج أي موارد أكبر متجر عربي ما وجود حاليا لطور الزومبي حياكم يا شيوخ peace I'm out